ترجمة نانسي قنقر سواء للصفوف الابتدائية او الاعدادية والتي ستكون عبارة عن امتحان واحد مجمع ورقي يتم اجراءه شهريا على مدار الثلاث شهور واكدت وزارة التربية والتعليم ان هذه الاختبارات بديلة عن امتحان نهاية العام او امتحانات الترم الثاني فيتم التقييم اول باول على ما يتم درسته في الشهر الواحد واشارت الوزارة في اعلانها عن جداول الامتحانات الى انه سيتم عقد الامتحان الشهري فيما تم درسته خلال المدة السابقة للامتحان بمعنى ما تم درسته في مارس يتم الامتحان عليه اخر مارس وهكذا ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرك في امتحانات الشهور التالية اي انه بعد انتهاء الطالب من الامتحان في منهج مارس في نهاية الشهر لن يكون ملزم بهذا المنهج في امتحان شهر ابريل وبذلك بيكون اخر امتحان للطلاب امتحان مايو يأتي في منهج شهر مايو فقط وحسف منهج مارس وابريل فبالفعل تم تقييم الطلاب فيه ويكون ذلك في المواد الاساسية اما بشأن مادة التربية الدينية فسوف يتم اجراء امتحان لها في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع امتحان مايو على المنهج باكمله اشتركوا في القناة